مسألة النزوح السوري إلى لبنان هذه أزمة كبيرة الموجة الأخيرة هي موجة كبيرة هل صحيح أنه أصبحت الكلمة في الشارع الآن بعد كل هذا التصعيد بالإعلام والتصعيد السياسي وأيضا طبعا هذه الموجة التي لا تتوقف من النزوح السوري إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية وطبعا نحن بنعرف أسبابها ورح نحكي ببعض أسبابها لكن الشيء اللي بيخوف والشيء اللي بيخلي الواحد المراقب يتوقف عنده هو ما حصل مبارح بالليل في منطقة الدورة على مداخل بيروت لناحية الشمال هذا صدام لأول مرة في صدام طبعا الحمد لله أنه ما تطور إلى أكتر من هيك وما سقط بنتيجته قتله على سبيل المثال كان ممكن أنها تطور الأمور ويروح فيها ضحايا وضحايا كتير هذا الصدام للمرة الأولى هو صدام واسع هو صدام على مستوى حي بكامله أو منطقة بكاملية من مناطق بيروت أو بلبنان عشرات الشبان من الميلتان من ناحية النازحين السوريين ومن ناحية المواطنين اللبنانيين سكان المحلي أو سكان المحلات والأحياء اللي هي محيطة بمنطقة الدورة خطورتها أنه اشتعلت لأسباب مختلفة عن السبب اللي انتهت فيه يعني بمعنى أنه انتهى الموضوع صدام بين لبنانيين وسوريين لكن هناك رواية تقول أنه بالأساس هو خلاف بين اثنين لبنانيين وكل جهة من الجهات أدخلت مواطنين سوريين أو نازحين سوريين بالمشكل على كل هذه التفاصيل مش المهم بهذه الحادثة لأنه الشي اللي عم بلاحظه هو أنه ممكن تكون حادثة الدورة مبارح وحادثة مخيفة وبتخوف وتدعو للقلق الشديد أن تكون بمثابة الشعلة أو الشرارة التي ستشعل المشكلة في الشارع بين مواطنين لبنانيين ونازحين سوريين طبعا المشكلة كبيرة وأنا ما بدي سمي الموضوع وشبهها بمسألة بوست عين الرماني اللي هي كانت يعني الشعلة أو الشرارة التي أطلقت حربا لم تنتهي لأكثر من 17 عاما سنة 1975 لسنة 1990 لكن اللي بدي أتوقف عنده هو أنه حقيقة هناك أزمة وأزمة عميقة في تحريض في إعلام عم بيكبر مظبوط في سياسيين عم بيزايدوا مظبوط لكن المشكلة حقيقية هناك أعداد متزايدة من النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية لا يحتملهم الوضع في لبنان ما ممكن لبنان يقدر يحتمل هذه الأعداد لكن اللافت أيضا أنه هناك تواطئ لبناني مع الجهة السورية من أجل إدخال ألاف لبل عشرات لألاف من النازحين الجدد وهم من فئة عمرية جديدة مختلفة عن الفئة العمرية اللي سبقت هؤلاء ما فينا نسميهم نازحين لأسباب اقتصادية ولا نازحين لأسباب أمنية أولا لأسباب أمنية صحيح أنه موضوع سوريا بلش هيك ترجع يحمل جو بسوريا عادت بعض الحروب والحروب الوكالي إلى الساحة السورية لكن الوضع مختلف تماما عما كان يحصل بين 2011 و2019 بالموضوع الاقتصادي لمن يقول بأنه هؤلاء نازحون اقتصادي نقول أنه لبنان أساسا في أزمة لبنان يستطيع ربما أن يستوعب عددا معينا من النازحين لأسباب اقتصادية ولحاجات لبنان يعني المهم بالأول أهم شيء وحاجة لبنان لاستيعاب هذه الفئة أو هؤلاء النازحين لكي يعملوا في قطاعات يحتاج اللبنانيون إلى اليد العاملة أو إلى الخبرات السورية فيها اللي عم بيحصل أنه الموضوع منه اقتصادي منه اقتصادي أولا لأنه لبنان في أزمة عميقة وفي حالة اقتصادية يرثلها واللي عم بيحصل أكتر هو أنه هناك تمدد أفقي لهذا النزوح على الصعيد الاقتصادي بمعنى أنه عم بيدخلوا على العديد من القطاعات الاقتصادية اللي هي ما مفروض يدخلوا إليها ويمارسوا أعمال فيها مثل قطاع المطاعم مثل قطاعات أخرى بكل قطاعات الخدمات اللي هي يفترض أن تكون قطاعات الأولوية هي دائما لللبناني طبعا هناك تواطئ هناك تواطئ أمني بداية من نقطة الانطلاق في سوريا من أجهزة أمنية من قوى عسكرية من ما يسمى بالفرقة الرابعة أجهزة مخابرات يعني الأجهزة والعصابات السورية من الجهة السورية اللي عم تسهل واللي عم تدفوش هؤلاء واللي عم تقبض منه المصاري أموال ضخمة لا تخليهم وتساعدهم أنه يعبروا إلى الجهة اللبنانية وعم يشجعوهن والبعض عم يشجعون على أساس أنه من لبنان أسهل لكم أن تنزحوا أو أن تهاجروا إلى أوروبا لأنه من لبنان النزوح أو اللجوء إلى أوروبا أسهل وهذا أمر منه صحيح الصعوبات أمام لبنان هي كالصعوبات أمام سوريا وفي من الجهة اللبنانية من تاني جهة من الحدود هناك التواطئ واضح ومخيف وإجرامي هذه جرائم ترتكب بحق اللبنان وبحق النازحين من جهات لبنانية عصابات قوى سياسية محلية مفاتيح محلية على كل المنطقة اللي موجودة على الحدود مع سوريا وما بدي يسمي الأسماء لأنه كل الناس بتعرف مين إني وهني بيعرفوا أنه عم نحكي عنهم بحيث أنه هناك يعني عملية اقتصادية عملية عمليات مالية وربحية كبيرة بهذا العمل العصاباتي العمل الإجرامي بحق البلد وأيضا بحق هؤلاء النازحين الذين يأتونا أفواجا أفواجا إلى لبنان ويعبرونا عبر عشرات المعابر غير الشرعية سألت أحد الأشخاص بهذه المناسبة قلت له شو هن المعابر إذا 30 أو 40 أو 50 معبر ممكن الجيش اللبناني يضبطهم قال لي لا يا أستاذ المعابر هي عبارة حتى في بعض المناطق في الشمال اللبناني الحديقة المنزل هي معبر لأنه فيه سهولة للعبور غير اعتيادي وهذه تحتاج إلى تضافر الجهود من جانبي الحدود فكيف إذا كان الحال وما بالك إذا كان هناك تواطئ من جهات رسمية وعسكرية وشبه رسمية من الجهة السورية وأيضا من الجهة اللبنانية هناك تواطئ لا يجوز ومزايدات والذين وكثيرون من الذين يزايدون هؤلاء هم الذين يرتكبون هذه الجريمة بحق لبنان وبحق هؤلاء النازحين وفيه طبعا يعني هؤلاء يتم استدراجهم إلى لبنان والأتيام بينهم إلى لبنان على قاعدة أنه جزء منهم بيضل بلبنان جزء آخر بدنا يتحمل بالمراكب ويتم تشجيعه على ركوب البحر والذهاب إلى أقرب نقطة أوروبية يعني إلى قبرص وربما إلى جزر أخرى من الناحية يعني جزر أخرى يونانية يعني هذه أقرب نقاط الأوروبية حقيقة اللي عم بيصير هو أنه في خطر أصبحنا في خطر كبير هذا الخطر الكبير هو خطر الصدام الدموي بين مواطنين لبنانيين ونازحين سوريين وهناك يبدو من يخطط لذلك وهناك أهداف لبنانية سياسية داخلية هناك أهداف أخرى ذات طابع ابتزازي باتجاه أوروبا من هذه الجهات التي تخطط وتدفع هؤلاء الشارع إلى الاستضامة بينه فيما بينه والحقيقة أنه عم نلاحظ أنه بالعديد من القرى بالعديد من البلدات اللبنانية بدأت تشديد الإجراءات بحق النازحين السوريين حتى أنه هناك تجمعات واتحادات بلدية ببعض المناطق اللبنانية في منطقة المتن وبعض المناطق الأخرى في كسروان وربما بمناطق أخرى بأخضية أخرى يعني فينا نعمم لأنه راح تصير هذه هي القاعدة في لبنان قاعدة التضييق بشدة على هؤلاء النازحين والتضييق بشدة على تحركاتهم داخل البلدات لكن بالمقابل بتلاحظ ببعض المناطق أنه هناك مواطنين متواطئين متواطئين لأسباب مالية ما إلا علاقة بالعصابات وبالمافيات إلا علاقة بالمصلحة يؤجرون بأجروا الأراضي لإقامة الخيم وتصبح هذه الخيم مخيمات بيأجروا بإسمهم بيستأجروا محلات ببعض المناطق وببعض البلدات بالأرياف اللبنانية بإسمهم وبيكونوا عبارة عن واجهة للمستثمر الحقيقي اللي هو المستثمر السوري اللي جاي إن كان مطعم إن كان محلات نوفوتين إن كان محلات حلقين إن كان كل الأنواع كل القطاعات يعني مخترقة بهذا الشكل ليس فقط لأن السوري عم بيخترق لأنه هناك مواطن لبناني عم بيكون هو واجهة وعم بيقبل إنه يكون هو واجهة وعم بيعرض عم بيعرض الاختصاد اللبناني للضرار لكن أكتر من هيك عم بيعرض الاستقرار بالبلد لأضرار كبيرة الاستقرار بمعنى إنه شيئا فشيئا تتجه الأمور نحو صدام في الشارع صدام دموي في الشارع هذا الأمر سيحصل حذرنا منه منذ أكثر من شهر وقلنا في العديد من المناسبات بهذه بالفيديو عبر النهار قلنا إنه إذا ما تعالجت هذه الأمور إذا ما تعالجت هذه الأمور من الدولة ما حدا بيقدر يحل مكان الدولة ما حدا بيقدر يحل مكان القانون ما بيقدروا الأهالي هن يعملوا القانون بإيدهم أو هن يتولوا تنفيذ وإنفاذ القوانين وهن يقفوا بالطريق لضبط هذه الأمور لأنه سرعان ما تتحول الأمور إلى مكان آخر شديد الخطورة شديد الخطورة بمعنى أنه هذا المكان الآخر هو مكان حيث ستسال دماء كثيرة بدأنا ننتبه نحن لا ندافع عن هؤلاء ونحن نريد أن يعود النازحون من حيث أتوا لا يجوز أن يتحمل لبنان هذا الحمل هذا حمل كبير على لبنان رأفة بهذا البلد ما بيقدر لبنان يحمل هذه الأعداد الضخمة هذه أعداد جديرة بتركيا هذه أعداد حتى الأردن ما بيقدر يحملها فكيف الحال ما بالك بلبنان بوضع لبنان وبوضعه السكاني وبوضعه الاقتصادي وبالتوترات الداخلية ما بين المكونات اللبنانية يا أخي في مشكلة بين المسيحية والإسلام بالبلد في مشكلة بين الطوايف من سنة سنة ونص كانوا رح يعلقوا الشيعة والمسيحية على الطيونة بعدها بكم شهر صارت مشكلة بين السنة والشيعة على مداخل بيروت بخلدي يعني الأمور ما بتتاخذ هيك لدينا مسألة ومشاكل المخيمات قصة عين الحلوة بعده الرماد تحت النار لا يستطيع لبنان أن يتحمل إذن المشكلة يجب أن تعالج من جزورها أول شيء كيف نوقف هذا التواطئ اللبناني الداخلي الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله الذي قال فيه افتحوا البحر خلينا يروحوا على أوروبا بتجي أوروبا ريكع عنا هل هي مواجبات لبنان أن يفتح البحار أو أن يحافظ على حدوده هذا السؤال الذي يوجه إلى من يدعو إلى فتح البحار وإلى دفع الناس إلى البحر بعدين للي عم بيقول أنه الحل هو بفتح البحار لازم نقله ونذكره أنه عادة عادة بكل الأرقام أرقام النزوح بالعالم كله ولسيما النزوح السوري أيضا نحو أوروبا وغيرها 3 أو 4 بالمية هنه اللي بيطلعوا بالمراكب والستة وتسعين بالمية إلى سبعة وتسعين بالمية هنه اللي بيروحوا بالبر راجعوا أرقامكن اللي فاتوا على أوروبا ما فاتوا بالبراكب قلة قليلة فاتت بالمراكب من أصل مليونين سوري طلعوا إلى أوروبا منهم مليون إلى ألمانيا في أقل من خمسين إلى مئة ألف سوري طلعوا بالبحر وما كلهم نوصلوا وبالتالي هذه دعوة أولا لقتل الناس بالبحار لأنه خمسين بالمية من المراكب يتم إغراقها أو تغرق وإنه بيعرفوا أشيء اثنين وما هو أخطر إنه عملية ما بيحل مشكة لبنان مشكة لبنان تحل بمنى هؤلاء من الدخول إلى سوريا وبتولي الدولة اللبنانية مسؤولياتها بإخراج هؤلاء من لبنان كل من لا يحمل أوراق ثبوتية أو أوراق قانونية في لبنان يجب أن يوضع فيه يعني يتم توقيفه ووضعه بوسائل نقل مشترك ويترحل على سوريا لا يجوز أن يبقوا أو مثل ما كان الاختراح القديم اللي رفضوه بعض السياسة اللبنانيين ستة 2013 و2014 بمنطقة جديدة يابوس يابوس بين لبنان وسوريا في مساحة أرض مساحتها تضاهي تضاهي ربما مساحة بيروت إلى 3-4 مرات تضع هناك مخيمات بالمناطق الحدودية المشتركة بين لبنان وسوريا على الحدود أما داخل لبنان من لديه أوراق ثبوتية وأوراق قانونية فهو مرحب به وأهلا به أما الذين يدخلون خلصة إلى لبنان هؤلاء لما كان لهم في هذا البلد لألف سبب وسبب ومن يتذرع بالحرب الحرب ليست في مناطق نفوذ النظام هؤلاء يأتون من مناطق نفوذ النظام وبالتشجيع من النظام ومن يتذرع بالمسألة الاقتصادية لبنان بالأرض ولبنان حالته بالويل ولبنان صحيح أنه في شوية أموال مافيوية وشوية ناس من المافيات ومن جماعة تبييد الأموال الذين يسرحون ويمرحون بلبنان بسهول ما بيقوموا اقتصاد بلد وبطبيعة الحال لن يقوم اقتصاد للبلد إذا كان بدي يكون هذا الحمل الكبير ومن يريد أن يبتز الغرب لن يستطيع ابتزاز الغرب لأنه اللي رح يطلعوا بالمراكب هني أقل من واحد أو اثنين بالمئة من عدد اللي عم يجو على لبنان وبالتالي الحمل علينا والدفع علينا والتمن علينا